أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين صلى الله عليه وسلم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعنابهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يغصرون فسواب عليه ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذا أرسلنا إليهم اثني فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنسل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تجذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاه المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسلفون وجاء من أبصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجعا وهم مهتدون فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه تنجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بذر لا تود عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خاملون يا حسرة على العباد ما يكيهم من رسول إلا كانوا به يستهزون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يمفعون فإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون فالشمس تدري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم فالقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرزون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسمحون فآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الكل في المشهون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن شاء نورقهم فلا سرخ له ولا هم ينغذون إلا رحمة منا ومتاعا فإذا قل لهم اتقوا بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترهمون فما تأتيهم من آيات من آيات ربهم لا كانوا عنها معرضين فإذا قل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين فيقولون متى هذا الوعب إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صحة وعدة تأكلوا وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرخدنا هذا ما وعد الرحمن وصدف المرسلون إن كانت إلا صحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تفلع نفسهم شيئا ولا تجزعون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أسواجهم في ظلال على الأرائف متكيون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتعزوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني عدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن عبدوني هذا صراط مستقيم فلقد ظل منكم جدلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون أسلعها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواه وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطبسنا على أعينهم فاستمقوا الصراط فأنا يمصرون ولو نشاء لما سخناه على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فمن نعمله نكس في الخلق أفلا يعقلون فما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وكرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنها خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها معلكون فذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشاعب أفلا يشكرون فاتخذوا من دون الله علية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزن كقولهم إنا نعلم ما يشعون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي غميم قل يحييها الذي أنشاهها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبهاد الذي من يديه ملكوت كل شيء وإليه تنزعون صدق الله العظيم شكرا